شارك العشرات من نشاطاء الحزب الشعوعي والجبهة الديمقراطية للسلام والمسواة في وقفة احتجاجية في الناصرة ضد الهرولة والتطبيع والسياسات العنصرية ضد المجتمع العربي في البلاد نحن نقول أننا لسنا بحاجة ولسنا راغبين في أي خصومة مع أي من الدول العربية وطبعا ليس مع الشعوب العربية جميعهم أشقائنا لكن لا يمكن القفز على حقوق شعبنا الفلسطيني مع الحكومة الأخثر تطرفا التي تريد أن تفرد شعار أرض إسرائيل الكاملة ويجري التعامل معها وكأن هذا الأمر هو أمر طبيعي لذلك هذه الوقفة جاءت هنا اليوم من أجل أن تقول لا لأي تساهل مع الاحتلال ومؤسسة الاحتلال ومع رديفته الولايات المتحدة الأمريكية هذه الوقفة الاحتجاجية بالأساس ضد سياسة حكومة نتنياهو الداخلية والخارجية إذا تحدثنا عن السياسة الداخلية هي ضد السياسة الاقتصادية وسياسة تهميش القضية الفلسطينية 48 والناحية الاقتصادية وتدهور الأوضاع الاقتصادية خصوصا في ظل الكورونا وفشل حكومة نتنياهو في حل هذه الأزمة إلى جانب الأزمة السياسية الداخلية المتمثلة بصراعات الداخلية بين نتنياهو وبين بني جادس هذا ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية والحمراء كما حملوا شعارات تطالبوا بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين وشعارات أخرى ضد مشاريع الضم والتطبيع مع إسرائيل ترجمة نانسي قنقر